من تسع ولاية جنوبية شرقية جاءت هذه التحفة أصحابها يعملون في انتقاء منتجاتهم لنيل الجائزة الوطنية في كل نوع المسابقة تشمل العمل على الخشب، العمل على المعادن، العمل على المواد المختلفة، العمل على الصوف والنسيج، العمل على القماش، الطين والزجاج كل هائلة سيكون منتوج أو حرفي الذي سيفوز في هذه النشاط الانتقاء النهائي في 15 ديسمبر 2022 المحطة الأخيرة مثل هذه التصفية تضع الحرفي أمام خبراء يفيدونه بخبرتهم لترقية منتوجها ملاحظات المسجلة من أعضاء اللجنة بعض النقائص لمنتوجات المقدمة أولا غياب التصميم الخاص بالمنتوج التقليدي غياب التحسينات النهائية وهي الفينيسيون فينال للمنتوج غياب أيضا البحث في المرجع الوطني والمحلي للمنتوج التقليدي الجزائري نقدم رسائل للحرفيين أنهم السناء المقبلة يأتون بمنتوجات ترقى بالجائزة الوطنية 300 مشارك في هذه التصفية هو عدد قليل ومن شأن المبلغ المالي المرصود للجائزة حظ الحرفيين على المشاركة أكثر مستقبلا ترجمة نانسي قنقر